اشتركوا في القناة وكانوا يغاروا من يوسف لأنه كان محبوب من بيه وكان يجي أحلام ويخبرون عنه فكانوا هيك يتحرقصوا منه فقرروا أنه يتخلصوا منه بيكبوه بالبير وبيبيعوه للمصريين وبيروحوا لعند بيهم بيقولوله يوسف أكلته الوحوش ويفرجوا تياب عليها دم هون يوسف بيوصل على مصر وهنيك بيترقى بيوصل لأعلى المراكز وبصير بهيديك الأيام مجاعة كبيرة وبتجوع كل منطقة فلسطين بتجوع وبيروحوا قوافل قوافل على مصر لحتى يشتروا أمح هون بصير اللقاء بين يوسف وأخته يوسف اللي نجح ما اتكبر وقال هيدا بيقوت الزيتية إنما كان عارف إنه هيدا ربنا ناعم عليه لحتى يساعد الآخرين ويتشارك معهم وهون ما ترك أخته بالرغم من إنهم ظلموه وبعدوه عن أحبائه وعن أرضه وعن بلاده ما حقد عليهم إنما ساعدهم وعطيهم الأمح تا يستمروا المغزى من هالقصة اليوم نحن عم نعيش ديء اقتصادي كتير كبير باللبنان عيالنا أوقات كتير بعد في قلة محبة بين الأخوة يعني أشخاص ربنا عطيهم وما عم بيلتفتوا بخيهم الإنسان اللي عايش معهم بالبيت أو اللي صار عنده عائلة هلأ وصار بعيد عن أخته على القليل اليوم بهالظروف الصعبة نرجع التضامن لحياتنا بلبنان نرجع على القليل نسأل عن إخوتنا كيفكن شو أخباركن شو عم بصير معكن كيف فينا نساعدكن كيف فينا نوقف حدكن وهيدا بده موقف شجاع داخلي بده إيمان إنه اللي ربنا عطيني إياه هو فعلا لأتشارك فيه مع غيره هيدا هي المحبة الحقيقية ومنشان هات نحنا منصوم بهالفترة منصوم ليش نتقشف ومنصوم لحتى عن جد نحس بحاجاتنا وبنفس الوقت تنفتح عيوننا على حاجات إخوتنا البشر هيدا هو أهمية الصوم إنه إرجع حس مع الآخر بيوجعه بحاجاته ووقف معه وقضاما معه أوقات كتير منفكر إنه بدنا نساعد فلان اللي عايش بأفريقيا أو بأي دولة فقيرة بدنا نساعد ومننسى الأشخاص اللي هن فعلا حدنا أوقات كتير منفكر إنه العازر هو شخص الفقير اللي عايش ما بعرف بأي بلد في حين إنه العازر هو موجود معنا ببيتنا بعيلتنا بمجتمعنا هيدا ما نصلي بهالصوم لربنا إنه فعلا يساعدنا تنفتح عيوننا ونحس بحاجات الآخرين آمين اشتركوا في القناة